بسم الله اهلا وسهلا بكم مع الدرس التالت من الهندسة الفراغية هو درس مهم جدا واتمنى ان يكون الدرس الاول والدرس التاني تحلى عليه كويس وحلت عليه مفهمة كل جزئية ولو في حاجة مش فاهمها زي ما قلنا احنا معاكم على المنصة تقدر تسأل ونقدر نطلع معاكم لايف نوضح لكم الاسئلة والحاجات اللي انتم مش فاهمينها او الافكار اللي ممكن تكون مش واضحة بالنسبة لكم النهاردة هناخد درس مهم جدا هنحتاجه كتير قوي في الاستاتيكا والديناميكا وهو الضرب القياسي بس النهاردة هناخده بقى بفهم عميق عشان نفهمه الضرب القياسي معناه النقطة دي والنقطة دي معناها دوت يعني الف دوت به الف ضرب ب ضرب قياسي ضرب قياسي معنى كلمة قياسي يعني الناتج هيطلع رقم مش متجه هيطلع الناتج رقم مش متجه طيب ايه قانون الضرب القياسي يعني ده ضرب متجهات مش ضرب ارقام هيساوي ايه شوف يا سيدي هيساوي معيار الالف واحنا عادفين بقى من الدرس اللي فاتي ازاي نجيب المعيار ومعيار البين فجات الزاوية بينهما جات سيتا معيار الاول معيار التاني فجات الزاوية بينهم والزاوية اللي ما بينهم هي زاوية سيتا ما بين الصفر والبعج بين الصفر والمية والثمانين يعني لحد ده لمنفرق مهم جدا لما اجيبص على الشكل وطلع المنتجهات بتاعتي لازم ابص على الاتجاه فهنا لازم يكون المنتجهين ارفوا به اما طلعين من نفس النقطة خارج من نفس النقطة اللي اتنين او داخلين على نفس النقطة لكن ما يكونوش عكس بعض في الاتجاه بالنسبة للنقطة يعني ما يكونش واحد داخل والتاني خارج لاما خارجين سوا لاما داخلين سوا عشان اقدر احدد الدرب القياسي صح واجيب الزاوية صح يعني هنا دي زاوية سيتا والزاوية دي برضو هتبقى سيتا طيب ازاي يا أستاذ لان انت لو خربت ده كده وده كده يبقى دي هتساوي دي بالتقابل بالرأس يبقى اما يكونوا داخلين سوا او اخرجين سوا زي ما قلني ان الدرب القياسي دوت بيطلع برقم بناتج طيب مين اللي بيحدد اشارة الناتج معيار الالف موجب معيار الالف موجب معيار الالف موجب يبقى مين اللي هتحدد الاشارة اللي هتحدد الاشارة هي الزاوية هي جيتا سيتا اللي هتحدد الاشارة ازا كانت اشارته موجب ولا سالب ولا صفر وطالما هتحدد الاشارة يبقى الاشارة بتاعته هتقف على نوع الزاوية فازا كان هنا موجب يبقى اكيد الزاوية دي كانت حدة طيب وزا كانت سالب أكيد الزاوية دي كانت منفرجة طب وزكاة صفر أكيد الزاوية دي هكون بتسعين درجة وده معناه أن الألف عمودي على به يعني الزاوية هنا تسعين اللي اتنين متعامدين على بعض يبقى إذن الضرب القياسي قانونه معيار الألف في معيار ال به في جاتة سيدة وإحنا عرفنا زي بنجيب المعيار الجزر التربيعي لألف سين تربيع زي ألف سات تربيع زي ألف عين تربيع جبت المركبات ادي معيار الألف معيار ال به وجبت عندي المعيارات في جاتة سيدة جاتة سيدة عشان تطلع صح لازم يكون مخارجين من نفس النقطة أو داخلين على نفس النقطة مين اللي هيحدد إشارة الضرب القياسي يا حبايي؟ الزاوية فلو هو موجب يبقى الزاوية كانت حدة طلع سالب يبقى الزاوية منفرجة طلع صفر يبقى الزاوية قائمة يبقى الزاوية هي المتحكمة وبالتالي في بقى حاجة مهمة جداً خلي بالك مسؤول إيجاد الزاوية عندنا في الهندسة الفراغية وفي المنتجهات هو الجاتة سيدة دي هي مسؤولة عن إيجاد الزاوية لما جا أقولك في أي سؤال سواء في الهندسة أو في الاستاتيكا أو في الديناميكا وفي متجهات وقلت لك هاتلي الزاوية ما بينهم عليكم جاتة سيدة طب جاتة سيدة هتساوي ايه يا أستاذ؟ نرجع تاني كده ألف به يساوي معيار الألف في معيار البي في جاتة سيدة يبقى أنا لو عاوز جاتة سيدة هقسم الضرب ده على ألف في بي طيب يبقى أنا أقدر هنا عامل قانون لنفسي هقول بيساوي ألف في بي على معيار الألف في معيار البي يبقى كده جبت جاتة سيدة طيب لما هجيب جاتة سيدة لو طلعت بواحد لو فرضنا طبعا ان جاتة سيدة ممكن تطلع بأي زوجة ولكن لو طلعت بواحد ده معناه ان كان ألف بيوازي به وفي نفس اتجاهه طيب لو طلع ان تكسالي بواحد ده معناه ان ألف بيوازي به بس هنا عكس اتجاهه طب لو طلع سفر يبقى زي ما قلنا من دقيقة هيبقى ألف عمودي على بيت يعني زي ما بينهم تسعين يبقى جاتة سيدة هتطلع بأي زوجة مش شرط تطلع بدول ولكن ده نواتي خاصة وساعات بالجنة في الاختر لو جاتة سيدة طلعت بواحد يبقى معناه انهم متوازينة لو بسالي بواحد متوازين وعكس الاتجاه كل واحد ماشي في اتجاهه لو طلعت بصفر يبقى هما متعمدين طب يا أستاذ ازاي هجيب ألف به ومعيار ألف ومعيار البيه وأنا ما عنديش الألف كام ولا البيه بكام في حيط لما هيطلب منك اللي جاتة سيدة هتلاقيه مديك الألف والبيه في صورة إحدى سيدة بص معايا فالالف واحد واثنين وثلاثة والبيه 2 سالب 1 و 4 طيب يا أستاذ ما انت بتقول لي ألف به لسه ايلي من شوية يبقى معيار الألف في معيار البيه في جاتة الزاوية وانت بتقول لي هان هاتلي جاتة الزاوية اجيبها ازاي واضربهم ازاي اصلا من غير الزاوية لا اه ده كده ألف في به لقانون إحداثي يعني قدر اجيبها مش بمعيار الالف في معيار البيه في جاتة سيدة طب ايه القانون ده القانون ده بيقولك يا سيدة لو كان الالف عبارة عن سين واحد وساد واحد وعين واحد وكانت البيه عبارة عن سين اثنين وساد اثنين وعين اثنين الاول في الاول زاد الثاني في الثاني زاد الثالث في التالت جميل جد طب يعني كده قدر اطبق على اه أعطى هيسوي الاول في الاول يعني اساس واحد في الانثين التانى في لطانى يعني ثنين في سالب واحد التالت في التالت يعني تاتة في اربعة يبقى اتنين ناقص اتنين زائد اتناشر هتطلع باتناشر يبقى انا كده قدرت اجيب الف في بي طيب ازاي يجيب جاتا سيتا جاتا سيتا انت لسه قيل لي يا استاذ ان هو الف في بي على معيار الالف في معيار البي طب حلوة قوي طب ما انا جبت يا استاذ الف في بي باتناشر حلوة طب والمعيارات فيه انا بقى بعرف اساس فيها خلاص بقت فاهم اخدت الدرس التاني والدرس التالت والمعيارات دي بقت تمام عبارة عن جزر واحد تربية زائد اتنين تربية زائد تلاتة تربية طب والتاني اساس اتنين تربية زائد سالب واحد تربية زائد اربعة تربية يعني هيساوي اتناشر على برضو ما تلاقش من الحسابات ومن كتر الارقام انت معك الالة هنحسب هيبقى واحد زائد اربعة خمسة زائد تسعة يبقى اربعة تاشر يبقى هنقول جزر اربعة تاشر في هنا اربعة زائد واحد خمسة خمسة زائد ستاشر يبقى واحد وعشرين يبقى هنقول في جزر واحد وعشرين هيطلع سبعة جزر ستة يبقى جاتا سيتا باثناشر على سبعة جزر ستة طب من هنا يا استاذ عرف اجيب الزاوية اه خلاص بقى كده عدينا هنقدر نجي بالزاوية هنعمل شفت كوزين ودايما في الزر تحت اسمه انسر تتكي عليه بدل ما تقعد تكتب الاجابة كمان مرة هيساوي هيبقى شفت كوزين هنعمل كسر اتناشر على سبعة جزر ستة ونقفل هيساوي وننساش نعمل كومة زرار الكومة تكتبها ليش عشري ماينفعش نكتبها عشري يبقى خمسة واربعين لأن احنا عندنا نظام الستين خمسة وثلاثين نقدر نقول خمس سوان بعد التقليل يبقى كده لو انا عندي الالف والبياء يحدثيات اقدر اجيب ألف في بيه ممتها السهولة الاول في الأول التاني في التاني التالت في التالت اقدر اجيب الزاوية عن طريق الجاتة ألف في بيه على معيار الالف في معيار الب وبعدين قطلع بعد كده قياس الزاوية طيب تعلمو سمعين مثال إذا كان معيار للالف يساوي اثنين ومعيار البه يساوي ثلاثة والزاوية الدهالي قد تخيله ستين اعاوز معيار آلف زائد بيه واحد يقول لي بقى يا أستاذ سهلة معيار ألف زائد معيار زائد البيت هيساوي يا أستاذ معيار الألف زائد معيار البيت طبعا ده كلام زي لون الألم المكتور مش كويس خاص ليه؟ بغض النظر عن الكلام ده لو إحنا جربنا إن إحنا معانا الألف والبيت وعوضنا عنهم وعوضنا عنهم هنا هتلاقي دايما إن قيمة ده يبقى هنا نقول لا يساوي إن قيمة ده دايما أصغر من أو يساوي معيار الألف لوحده زائد معيار البيت لوحده يبقى أنت ما تقدرش هنا تقول إن معيار الألف زائد معيار البيت يساوي يساوي إن أنا أفك المعيارين ما نعمل إيه؟ بص بقى يا سيد هنا عشان أقدر إن أنا أجيب المعيار ده ما أعرفش أجيبه كده مال هجيبه إزاي يا أستاذ هقول يبقى معيار الألف زائد أجيبه تربيع طيب وأنا هربعه إزاي؟ افتكر بقى صوابع إيدك الخمسة اللي إحنا بنقول عليها من إعداد صوابع إيدنا الخمسة الأول في نفسه الثاني في نفسه الأول في الثاني في الثاني بس دي طبعا متجهات هيبقى معيار الألف تربيع زائد معيار البيت تربيع زائد اثنين الأول في الثاني في الثاني هنا يبقى ضرب قياسي بقى يعني دي متجهات يبقى ألف في بيه طيب وبعدين يا أستاذ والله إحنا عندنا معيار الألف مدهولي باثنين تربيع باربعة معيار البي بتلاتة تربيع بتسعة اثنين فيه طب أنا عاوز أفكي ده يا أستاذ هنفكوا بالقانون الأساسي بتاعه معيار الألف في معيار البي في جاتة الزاوية ما بينهم طيب هاجمع دول يا أستاذ أربعة وتسعة تلاتاشر زايم ثنين فيه معيار الألف في الثنين معيار البي بتلاتة في جاتة سيتة يعني جاتة ستين يبقى يساوي تلاتاشر زايم اثنين في اثنين باربعة في ثلاتة في جاتة ستين بنص او احسبها بالقالة على 2 فئة الواحد على 2 فئة الاثنين يبقى 13 زائد 6 تديني 19 يبقى النتج 19 طيب هو عاوز معيار الف زائد به تربيع ولا عاوز من غير تربيع من غير تربيع يا اساس طيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى ناخد يبقى ناخد الجزر يبقى جزر 19 يبقى الجابة الصحة هنا جزر 19 طب عملت ايه بقى تاني؟ بسرعة كده هو طالب معيار الف زائد به ومستنى الطالب يغلط الغلطة الفظيعة ان يقولك يبقى معيار الف زائد معيار به طبعا ده غلط الفك بتاع ده اصغر من او يساوي معيار كل واحد لوحد طب بنعمل ايه حبيبي بنربع مربع الاول معيار الاول مربع معيار الثاني الاول في الثاني في الثانين بس هنا ضرب قياسي بتاعنا عوضنا وعوضنا عن الضرب القياسي وطلعنا الناتج ما تنساش ما تفرحش بالناتج لازم ترجع تشوف مسألة عاوز ايه؟ ده عاوز مطلق تربيعي يا اساس يبقى لنا طلعته ده هجيب الجزر بتاعه كمان مثال المثال ده هو مثال وفي نفس الوقت نقدر بتستخدمه قاعدة بس فيه كلمة مهمة اوي لو انا ما اخدتش بالي منها ممكن كل ده يبقى غلط ازا كان معيار الالف باثنين معيار به بثلاثة معيار الجيم باربعة والف وبه هو جيم متعامدة مسنى مسنى كنا قلنا الكلمة دي مع متجات الواحدة اللي هو السين والصد والعين قلنا متعامدين مسنى مسنى كل واحد عمود عالتاني احنا هنشوف النتج ده بايه؟ وناخده بعد كده قاعدة معانا طيب هنعمل ايه يا اساس في ده؟ طبعا ما اعرفش ان انا فكه ماقولش معيار الالف زائد معيار الدي زائد معيار الجيم قلنا ده غلط غلط كبير ما اللي هنعمل ايه؟ هنجي نقسمها ونقول نخليها معيار الف زائد به زائد جيم وبعدين اربحها طب لما اربحها هيبقى الف زائد به طبعا متجهات قصة اتنين زائد معيار الجيم قصة اتنين زائد مين بقى؟ زائد الاول في التاني في اتنين وطبعا هنا في معيار تربيع يبقى اتنين الف زائد به في جيم طب وبعدين والله ظهرت هنا معيار الف زائد به لو هيتفك معيار الف تربيع زائد معيار به تربيع زائد اتنين الف في به زائد معيار الجيم تربيع زائد اتنين الف زائد به في جيم قبل ما نكمل تعالى بس الاول نشوف صرفه في ده ناخده كده على جم المفروض الجيم هتتضرب جوه هيبقى اتنين الف في جيم خلي الاتنين دي بره تبقى اتنين الف في جيم زائد به في جيم طيب لاحظ معي مش هم متعمدين اه متعمدين يعني زائد هم بينهم كام تسعين وجدت تسعين بكام بصفر يبقى لما هقول الف في جيم يبقى ده هيطلع بصفر طيب وبه في جيم متعمدين يبقى يطلع بصفر طيب والف في به هيطلع بصفر يا أستاذ متعمدين طيب بيبقى النتجة هيطلع لإيه معيار الالف تربية زائد معيار الب تربية زائد معيار الجيم تربية يبقى معيار الالف تربية زائد معيار الب تربية زائد معيار الجيم تربيع. يبقى انا هعوض بقى بالارقام اللي معي. بقى الحمد لله معي كل حاج. يبقى اتنين تربيع باربعة. وهنا تسعة. وهنا ستاشر. تربيع الاربعة ستاشر. يبقى كده تلاتاشر. يبقى تسعة وعشرين. خلصت المسألة. نفرح ونمشي. لا طبعا ما خلصتش. هو انا عجبتها هنا ايه اولاد? تربيع. وهنا هو اعاوزها ايه? من غير تربيع. من غير تربيع يبقى هجيب الجزر. بتاع تسعة وعشرين. طب اما ايه القعدة يا استاذ اللي انت قلتنا هنعملها. يعني ايه القعدة هنا? القعدة. ان احنا نقدر نشيل ده كله. واشيل ده. كده خالص. كل اللي احنا عملناه ده واس انتاجاتنا. ونبعد عن المسألة. ونقول. ان معيار الف زائد به زائد دي قص اتنين. قص اتنين. بتساوي معيار الف تربيع زائد معيار به تربيع زائد معيار جيم تربيع. ايه ده استاذ بس انت قلت ما نعملش كده? لأ دي حالة خاصة. لما يكون متعمدين مسنى مسنى. واحنا ثبتناها كمان. يعني مش قلناها على طول. ثبتناها. يبقى كده لو انا عندي في مسألة اختر. وجاب لي الالف والبيه والجيم. مش هاده اعمل كل ده بقى. وقال لي الالف وبيه والجيم متعمدة مسنى مسنى. يبقى معيار الف زائد به زائد جيم تربيع. خد ده وربعه. وده وربعه. وده وربعه. يطلع لك النتج. يبقى دي ناخدها يا جماعة قاعدة معي. ركز بقى معي. الف ضرب قياسي الف. مش لازم الف. مهم متجه ضرب قياسي نفسه. تعال نشوف هيطلع بايه. نطبق القاعدة يا اساس المشكلة. هيبقى معيار الالف. في معيار الالف. في جاتة الزاوية. طب ده هما اللي اتنين حاجة واحدة. يعني زاوية بينهم كام? صفر. طب وجاتة صفر بكام? عارفها يا اساس جاتة صفر دي? بواحد. طب معيار الالف في معيار الالف كام? اه بمعيار الالف تربيع. من هنا نستنتق قاعدة. لو المتجه ضرب قياسي نفسه يبقى مربع معياره. مربع معياره. يعني لو جيت قلتلك بيه متجه ضرب ضرب بيه يساوي ايه? من غير اي حاجة. هيبقى معيار به تربيع. المتجه ضرب قياسي نفسه يساوي مربع معياره. طيب يا استاذ لو الالف في الب يساوي صفر. ايه اللي احتمالات اللي عندي? يعني ممكن نستنتق ايه? شوف يا سي. تقدر تستنتق حاجتين. اما يكون واحد فيهم بصفر. يعني الالف ده متجه صفري. او الب متجه صفري. وده حسب المسألة. يعني لو قلتك واحد فيهم بصفري خلاص يبقى لنتك صفري. او تكون الزاوية ما بينهم سيتا بكام? بتسعين. وده هنرجع تاني ونقول يبقى معناه ايه? ان الالف عمودي على البهن. ويبقى كده الضرب القياسي خد بالك. بيعمل شرط التعامل. يعني ما اجا اقول لك يثبت ان متجهين متعامدين يثبت لان حاصل ضربهم القياسي بصفر. بص معي كمان. خد بالك. بنسبة المتجهات الوحدة. متجهات الوحدة اساسية انت فاكرها انها الدرس اللي فات هو السين والصاد والعين. بنقول لو متجهات الوحدة سين اتضرب في صاد. او عين ضربته في صين. او صاد ضربتها في عين. يا ترى النتجي بقى ايه? فكر معاي. مش هم متعامدة مسنى مسنى. يعني الزاوية بين كل اتنين بتسعين. يعني الجتة هتبقى جتة تسعين. يعني هيطلع النتج كام? هيطلع صفر. يبقى لو طلع عندي حاصل ضرب بمتجهات واحدة اساسية مختلفين حرفين مختلفين يبقى النتج بصفر. طيب لو متشابهة بقى. يعني سين ضرب سين. عين ضرب عين. صاد ضرب صاد. طيب يا استاس حرارك قلت لنا ان لو يكون المتجه يبضرب في نفسه يديني مربع معيار. طب حلو. يعني هيديك ايه هنا? او يا استاس هيديني مربع معيار السين. طيب والسين ده متجهة ايه? متجهة واحدة? يبقى معياره كام? معياره واحد. معياره واحد يعني النتج هنا هيطلع بواحد. يبقى هنا هيطلع بواحد. يبقى هنا هيطلع بواحد. يبقى لو كانت متشابهة متجهات واحدة اساسية هتتضرب في بعضها ضرب قياسي يبقى نتجها واحد. لو مختلفة يبقى نتجها صفر. خد بالك. هندخل بقى في الجزء مهم جدا. وجزء ده بنحتاجه كتير برضه في الاستثيك. انا ببين لك اهمية الفرع بنسبة لفروع التانية وليه اخدناها الاول. بالرغم ان هو ريخ شوية. بس مهم جدا عندنا. المركبة الجابرية او المسخة الجابرية. المتجه الف في اتجاه الف. في اتجاه بها. هنا المركبة الجابرية هتساوي. شوف يا زي. انا سمت لك ده الاول وده التاني عشان يبقى الموضوع سهل. هيساوي الاول درب قياسي الثاني. درب قياسي الثاني على معيار الثاني. دي المركبة الجابرية او المسخة الجابرية. لالف على بي. طيب تعال انطبقها كده. يعني يا اساس هيبقى الف. درب قياسي باق على معيار الباق. وهو مطلع الايه? الناتج حسب بقى ما هو مديني البيانات اللي عني. طيب لو جيت قلتلك بناء على فهمك هنا. المركبة الجابرية للمتجه الف في اتجاه الف. خلاص يا اساس انا فهمت. مش هسمي ده الاول. وده التاني. حراك قلتلي ايه? الاول في التاني على معيار التاني. حلو او. يبقى طبقها. يبقى الالف في الف على معيار الف. تمام. طيب لو جينا قلنا المركبة الجابرية للمتجه الف زائد في اتجاه الف. ولا حاجة. دي برضو الاول وده برضو التاني. يبقى هيساوي. افتح قوس الف زائد ب. درب قياسي الف. على معيار التاني اللي هو الف. وتبقى الموضوع بسيط خالص. يبقى المركبة الجابرية لو طلبها كتطبيق على الدرب القياسي. هيبقى الاول في التاني على معيار التاني. فيه كمان حاجة تانية. حاجة اسمها مركبة الاتجاهية للمتجه الف في اتجاه بها. ممكن نقول ان هي بتساوي مركبة الجابرية في متجه الاتجاه التاني. بمعنى ايه? بمعنى المركبة الجابرية دي بطلع رقم. ده هيطلع برقم. هيطلع برقم قياسي. خمسة ستة سبعة. اي رقم هيطلع لهنا. اما المركبة المتجهة ده هيطلع باتجاه. لان فيه متجهة اتجاه التاني. فهينا لو حبينا نطبقها. بص معي. هيبقى حبيه الف. مركبة بقى الجابرية. هيبقى الف. فيه ب. اللي هو الاول في التاني على معيار التاني. في متجهة اتجاه التاني. ففاكر متجهة اتجاه التاني ده كنا بنجيب ازاي? كنا بنقسم يا استاذ. المتجهة على معيار. يعني هقول ب. على معيار البي. طب مع كده بقى ممكن اكمل اختصار. يبقى ممكن اقول الف. في ب. معيار البي في معيار البي. بمعيار بتربية. في ب. متجه ده هيفضل معي. يبقى ممكن اقول. ان هي مركبة جابرية. في متجهة اتجاه التاني. او. ألجأ للقانون الاخير. الف في به. على معيار به. تربية. في به. يعني لو جينا حبينا نعملها. برضو كقاعدة. نسمي ده الاول. ونسمي ده التاني. ويبقى كده هقول الاول. في التاني. على معيار التاني. تربية. في التاني. متجه. يبقى كده عملتها كقاعدة برضو. بحيث ان هي ما تهشي من دماغي. مسلس. الف به جيم. الالف ب 2 و 3 و 1. البيه ب 3 و 5 و 4. البيه جيم. البيه جيم. خلي بالك. دي مش الجيم. البيه جيم سلب 1 و 4 و 0. قبل ما هكمل قراءة. انا عندي الالف والبيه مفيش الجيم. طب انا كده هجيب الجيم الاول. طب هجيب الجيم ازاي. انا عندي البيه جيم ده. انا متعود بيبقى جيم ناقص به. واخدناها قبل كده. اي متجه تحوله للتاني ناقص الاوامي. جيم ناقص به. بيساوي سالب 1 و 4 و 0. طيب بيبقى الجيم هتساوي. سالب 1 و 4 و 0. زائد المتجه به. هيجي ناحت تاني. اللي هو مين بقى? 3 و 5 و 4. يعني هيساوي ايه استاذ الجيم? يعني هيساوي سالب 1 و 3 2. 4 و 5 9. 0 و 4. يبقى كده قبل ما كمل قراءة السؤال انا معايا الجيم 2 و 9 و 4. طيب عاوز ايه? المركبة الجبرية للمتجه الف جيم في اتجاه الف جيم. ايه ده? الف جيم في اتجاه الف جيم? ده انا معنديش ولا واحد. الف جيم مش موجود. موجود الالف والبه والجيم او بيه جيم. و في والف المتجه التاني مش موجود. طيب اعمل ايه? سهلا. بنفس اللي احنا قلناه فوق اقدر اشتغل. والله الالف جيم يا استاذ. تبقى جيم ناقص الف. والجيم انا جابها الحمدلله. اتنين وتسعة واربعة. ناقص الالف اتنين وتلاتة وواحد. اطرح معايا اتنين ناقص اتنين صفر. تسعة ناقص تلاتة ستة. اربعة ناقص واحد تلاتة. يبقى ده الف جيم سفر وستة وتلاتة. نتبقى تحتها. سفر وستة وتلاتة. طيب. لسه يا استاذ? عاوز الف. طب الف يبقى به ناقص الف. طب قلبي تلاتة وخمسة واربعة. طب والالف اتنين وتلاتة وواحد. اطرح تاتة ناقص اتنين واحد. خمسة ناقص تلاتة اتنين. اربعة ناقص واحد تلاتة. يبقى واحد واتنين وتلاتة. واحد. خلينا نغير اللون. هيبقى واحد واتنين وتلاتة. كده هتعامل معاهم كأنها متجهات عادية. كأنها متجهات عادية. يعني معانا متجه صفر وستة وتلاتة او واحد واتنين وتلاتة. انت عاوز ايه? عاوز مركبة جبرية. طب افتكر كده. مركبة جبرية. بص معايا. كنا بنقول الاول. درب قياسي التاني. على معيار التاني. طب ما تيجي ننفذها كده مع بعض. اه. هيبقى الاول اللي هو صفر وستة وتلاتة. في التاني واحد واتنين وتلاتة. على معيار التاني. يعني يا استاذ انا عارف هيبقى جزر. واحد زائد اربعة زائد تسعة. اربعة ده. طيب تعالي نكمل. ده الدرب ده نعارفه. نرجع مع بعض الاول في الاول. التاني في التاني. تالت في التاني. يبقى صفر واحد بصفر زائد. آآ ستة في اتنين باتناشر. زائد. تلاتة في تلاتة بتسعة. على جزر. نشوف ده كام? ده كده عشر اربعتاشر. على جزر اربعتاشر. هيساوي تسعة واتناشر يبقى واحد وعشرين. على جزر اربعتاشر. برضو تقدر ما تسبهاش كده معاك قلتك. تقدر تكمل اختصار. هيبقى واحد وعشرين على جزر اربعتاشر. هيطلع تلاتة. جزر اربعتاشر على اتنين. طيب خلصت المسألة على كده. لأ ما خلصتش. جاء بعد كده قال لي طب انا من فضلك عاوز المركبة المتجهة. طب مركبة المتجهة. طب انا جبت اي اوسيز الجيم انا جبتها. نرجع نجيبها. الجيب جمناها اتنين وتسعة واربعة. اتنين وتسعة واربعة. كمان جبت الف جيم. الف جيم سفر وستة وتلاتة. سفر وستة وتلاتة. وجبت كمان يا استاذ الف جيم. واحد واثنين وتلاتة. واحد واثنين وتلاتة. طب هو عاوز ايه يا استاذ? هو عاوز المركبة المتجهة لالف جيم في اتجاه الف جيم. والله تقدر تجيبها بالقانون الاخير بتاعها. اللي هو كان الف جيم الاول في التاني. على مأيار التاني تربيع. في اتجاه الف جيم. تقدر تجيبها كده. وتقدر تجيب المركبة الجبرية. طبعا تتربيع. وتضربها في المتجهة اتجاه التاني. اي اي حاجة هتبقى صح معي. طيب اعمل ايه يا استاذ بقى? طيب هجيب الف جيم في الف جيم. طيب ما انا جايبها يا استاذ قبل كيف? جايبها بكام? بواحد وعشرين. واحد وعشرين. طيب والف جيمها بجزره اربعتاشر تربحها يبقى اربعتاشر. والالف معي واحد واثنين وتلاتة. طيب واحد وعشرين على اربعتاشر. تلاتة على اتنين. يبقى مكان دي يبقى تلاتة على اتنين. اضربها في المتجهة يبقى تلاتة على الاتنين وهنا هيبقى تلاتة وهنا هيبقى تسعة دي. يبقى دي اسمها المركبة المتجهة الالف جيم في اتجاه ال الف امسلة بقى. امسلة سريعة مع بعض. بيقولك اذا كان المتجهة به ينصف الاتجاه بين المتجهة جيم والمتجهة الف. فانا عاوز كم تلكاف. الكاف دي في المتجه ده هنقول هنا طالما هو بينصف الاتجاه يبقى لو سمينا دي سيتا واحد دي سيتا اثنين يبقى هيكون جتا سيتا واحد هتساوي جتا سيتا اثنين طيب والقانون بتاع سيتا واحد وسيتا اثنين بص معي عبارة عن الف به في جيم على معيار البي في معيار الجيم طيب وجتا سيتا اثنين عبارة عن ايه معيار البي في الف على معيار البي في معيار الالف طيب نقدر نختصر يا اساس اه تقدر معيار البي مع معيار البي يعني ده رقم لكن ما اقدرش اختصر البي مع البي دي يعني ده ناتج ضرب طيب اعمل ايه يا اساس دلوقتي دلوقتي هنضرب ضرب احداثيات زي ما منضرب الاول في الاول التاني في التاني التالت في التالت فانا هضرب دلوقتي ستة في اربعة باربعة وعشرين كاف في صفر بصفر صفر في جزر اتنين جزر اتنين بصفر على معيار الجيم معيار الجيم اللي هو ده يعني جزر اربعة تربيع بستاشر زائد اتنين جزر اتنين يعني اربعة في اتنين بتمانع بتساوي بفي الف طيب بقى الاول في الاول التاني في التاني تالت في التالي ستة في واحد بستة كاف في اتنين باثنين كاف صفر في صالب واحد بصفر على معيار الالف يبقى الجزر التربيعي واحد تربيع زائد اتنين تربيع باربعة زائد واحد تربيع طب يبقى كده هيدين اربعة وعشرين على جزر نشوف اختصارها اتنين جزر ستة بيساوي ستة زائد اتنين كاف على هيبقى كده جزر ستة طب ما كده كويس اوي اوسيس كده جزر ستة يلوه مع جزر ستة اربعة وعشرين على اتنين فهل اتناشر بيتساوي ستة زائد اتنين كاف اتناشر نقل ستة يبقى ستة بيساوي اتنين كاف اقسم على اتنين يبقى الكاف بتلافة طبعا مش هفكرك ان انت لو انت هتحتاس في الحتة دي فيه زرار اسمه زرار الكلك زرار الكلك تقدر تكتب عليه المعادلة ويديك هو النتج وهنعمل ان شاء الله بيديوهات خاصة بالقالة لوحدها عشان تسهل عليك الموضوع اذا كان الف وبه متجهين واحدة قياسي وقياس الزاوية بينهما ستة يعني دول متجهين واحدة يعني معيير كل واحد بكام بواحد خد بالك من الفاظ لما يقولك متجه واحدة يعني معيير الالف بواحد معيير به بواحد فان قلب زائد به يكون متجه واحدة اذا كانت السيتة بكامل خد بالك اول يعني ايه يكون ده متجه واحدة انت لسه قيل يا استاذ متجه واحدة يعني معيير المتجه بواحد طب ما ده اللي انا هعمل هقوله يبقى معيير الالف زائد به يساوي واحد طيب هو ده عرف اجيب قمته عرف اجيب قمته انا لا يا استاذ انت قطلنا عالف زائد به ما ينفعش فكه معيير الالف زائد معيير البيه طب اعمل ايه اربع هو ده اللي احنا قلناه يبقى عامل ده قصة اتنين وده قصة اتنين طب ده يكون قصة اتنين ازاي الاول في نفسه التاني في نفسه الاول في التاني في اتنين بس خلي بالك انه دول ضرب قياسي يبقى معيير الالف تربية زائد معيير البيه تربية زائد اتنين الف ضرب قياسي به يساوي واحد واحد قصة اتنين بواحد طيب وبعدين يا استاذ انا اجيب النواتج ازاي ده ما فيش ولا رقم لا ما احنا قلنا ان معيير الالف ده متجه وحدة يبقى واحد والبيه متجه وحدة يبقى واحد وهنا هنفك ده هيبقى معيير الالف في معيير البيه في جتة الزاوية بينهما طيب وبعدين واحد زائد واحد اتنين زائد اتنين في معيير الالف معيير البيه متجه وحدة يبقى واحد في جتة سيتة هي اللي نقصة يساوي واحد يبقى اتنين زائد اتنين في واحد في واحد باتنين جتة سيتة اوعى بقى عشان ما ازعلش منك اوعى هنا اوعى تقول اتنين زادي اتنين اربعة مش ممكن ليه لان في الجمع يجمع المتشابه يعني الجاتا سيتا دي ما تجمعه شايلة على واحدة صحبته هما اللي هعمل ايه يا استيز هقول ان اتنين جاتا سيتا هتساوي واحد والجيب الاتنين النحة التانية يبقى نقص اتنين يبقى اتنين جاتا سيتا بسالب واحد يبقى الجاتا سيتا بسالب نص هتروح على القلة بتاعتك وتعمل شفت كوزين سالب نص هتلاقي السيتا بمية وعشرين درجة يبقى نختار في الاختيارات مية وعشرين درجة الربط بفرقة اخر زي ما احنا متعودين وزي ما عملنا الدرس اللي فات لازم او باينلك اهمية الهندسة الفراغية يعني بعمل بها ايه هي احدثيات وخلاص لأ عندنا حاجة في الديناميكا هناخدها اسمها الشوك رمز وشي ويمكن اخدتها في الفيزياء بيساوي قاف في فهم مين قاف ومين فهم القاف عندنا في الرياضة معناها القوة طب والفهم الازاحة والشغل اليه واحدتين اساسيتين وهنرجع نقولهم تاني ان شاء الله في الديناميكا الجور والقرج الجور نيوتن لمتر والقرج ضاين لكل سنتي ودور هنتعمق فيهم في الديناميكا ان شاء الله بس خد فكرة عنهم القوة في الازاحة طيب القوة في الازاحة ضرب مفروض قياسي ضرب قياسي كاف ضرب قياسي فيه طيب يعني اساس هجيبها ازاي دي؟ هجيبها سهلة معيار الكاف في معيار الفي في جات الزاوية بينهم يعني كده يعني اقدر اقول ان الشين تساوي معيار الكاف في معيار الفي في جات الزاوية بينهما يبقى الزاوية بينهما يبقى الزاوية بينهما دي هتتحكم بقى في الشغل بتاعي ما هو ده كمية مجابة ده كمية مجابة دي اللي هتتحكمه طيب هتتحكم ازاي؟ حسب الفاظ المسألة لو اقولك فيه القوة في اتجاه الازاحة في اتجاه فيه يعني في اتجاه الازاحة دي فيه؟ في اتجاه الفي اللي هي الازاحة يعني اللي اتنين ماشيين مع بعض يعني زاوية بينهم كام؟ زاوية بينهم صفر يعني جاتها صفر هنا بواحد طيب في عكس اتجاه الفي يعني واحدة مشى كده واحدة مشى كده بس على نفس الخط يبقى الزاوية وسيز مية وتمانين يعني دي تطلع بسالب واحد طيب عمودية على اتجاه الازاحة يعني قوف عمودية على فيه يعني زاوية تسعين يعني جاتها تسعين بصفر يعني الشغل هنا بصفر وهنا دي هتبقى مبدأ معروف ان زاكات القوة اللي عندك عمودية على الازاحة هيبقى عندنا الشغل بصفر تعال نشوف فاق مثال كده عليه قصرت قوة مقدارها 15 نيوتن على جسم في حركاتها حركاتها منين من ألف من ألف وديتوا البيه ألف ده عبارة عن اتنين وثلاثة وسالب واحد وديتوا البيه ثلاثة وخمسة واحد في نفس اتجاه القوة يعني يا أستاذ في نفس اتجاه القوة نرجع تاني في نفس اتجاه القوة الإزاحة والقوة في نفس الاتجاه يعني السيتة يا أستاذ هنا بكام بصفر فإن الشغل المبزول يساوي إيه؟ طيب أنا عندي معيار القوة وقلنا يبقى الزاوية هنا سيتة بصفر مال مين اللي فاضل فاضل الإزاحة طيب ما هو قالك تحرك من ألف لبيه يبقى فيه هنا هتبقى من ألف لبيه يعني أستاذ بيه نقص ألف يعني هنقول ثلاثة وخمسة وواحد نقص اتنين وثلاثة وسالب واحد يعني هتساوي ثلاثة نقص اتنين واحد خمسة نقص ثلاثة اتنين واحد زايد واحد اتنين طيب كده أعمل ايه أستاذ؟ كده بقى أقدر أجيب الشغل هيساوي القوة ضرب فل اللي هو هيساوي عندي معيار القوة في معيار الفل وطبعا جاتة سيتة هيبقى السيتة بصفر يعني تطلع بواحد معيار القوة هو من ده لك خمستاشر طب معيار الفل هيبقى هجيب جزر ده هيبقى واحد تربية زائد اربعة زائد اربعة يعني اربعة واربعة تمانية زائد واحد تسعة جزرها تلاتة يبقى خمستاشر في تلاتة يعني خمسة واربعين وطبعا بشوف بقى الوحدة اللي موجودة عندي في المسألة وبكتبها زي ما قلنا ان الوحدات عندي اما جول او ارج الجول ليوتن لمتر الارج ضاين لكل سنتيم كده يبقى غطينا معظم معظم افكار الدرس فاضل ان احباك تحي بس في جوز اصغير خاص بالخواص الخواص عندي دي بسيطة جدا بقى بيقولك ان الدرب القياسي اندالي يعني لو الف في ب هتساوي به في الف وده لو جربناها هيطلع صح طب التوزيع يعني الف وده احنا عملناها مع بعض به زائد جين ممكن اوزع لو هنا فيه ضرب قياسي ممكن اقول ان الف ضرب قياسي الف ضرب قياسي بيه زائد الف ضرب قياسي جين طيب الدرب في عدد حقيقي يعني انا لو عندي هنا اتنين الف فيه تلاتة بيه فالتنين والتلاتة مالهمش ادعوه بالضرب القياسي فهيبقى ستة الف في بيه وهيستنى الناتج ويبقى يضرر فيه لو عندي الف في واو حيث واو ده متجهة صفري هي نفسها واو في الف لانه قلنا ابدالي بتساوي واو في واو هتساوي صفر كده الدرس انتهى وان شاء الله مش فاضل من حضرتها تقول ان انت تحل عليه وان شاء الله نبقى فيه ان شاء الله حيث استمرين على الدروز كلها الدرس الاول والتاني والتالت وهتبقى فيه مراجعتها على الوحدة بس تابع معي دايما بالحل وان شاء الله بإذن الله ربنا هيوفقك طالما ان شاء الله بتحل وانتابع معانا على المنصة نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله